اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنرحب بكم في حصة اليوم من حصة الأنشطة الموازية واللي غنتعرفوا فيها على موضوع جديد موضوع تنتمي المجال البيئي والموضوع دينا هو الغطاء النباتي إذن قد نبدأوا هذه الحصة الأنشطة الموازية لاحظوا معي الصورة اللي غريد يظهر أمامنا على الشاشة هشنو قد تلاحظوا في الصورة تفضلي سلمة تلاحظ أشجار جيد سلمة نعم أشجار ونباتات وهي اللي كنسميوها بالغطاء النباتي والغطاء النباتي كيشمل كل النباتات اللي موجودة على سطح الأرض من أشجار أو شجيرات صغيرة كانت ولا كبيرة واللي انشأت بصورة طبيعية وهو من أهم مكونات البيئة وهو الرئة اللي تتنفس بها الأرض ومصدر غذاء لكافة الكائنات الحية واش عندكم فكرة على أهمية الغطاء النباتي في حياتنا تفضلي زهرة النباتات والأشجار نعم من عند الله نعم الغطاء النباتي نعم من عند الله سبحانه وتعالى قال تعالى في سورة الأنعام الآيامية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا ثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم سورة الأنعام الآية 100 من خلال الآية الكريمة تيبان أن الغطاء النباتي عنده أهمية كبيرة من خلال الفوائد الكثيرة التي قدمها لنا في حياتنا ومن بينها أن الغطاء النباتي تشكل القاعدة الأساسية في الهرم الغذائي لكل كائنات الحية شكو لك يعرف شي فوائد أخرى دي الغطاء النباتي تفضلي خديجة الأشجار كتعطينا الأكسيجين صحيح الأشجار كتعطينا غاز الأكسيجين الكافي باش تتنفس كل كائنات الحية وكتمنع ظاهرة الاحتباس الحراري وكتخلص الجو من الغازات السامة ومن الغبار وكتحافظ على درجة الحرارة المناسبة للحياة نعم تفضل محمد آمين بالنسبة للغطاء النباتي له دور كبير في الحفاظ على البيئة من التعرية والإنجرة في ديالها صحيح وإضافة لهذا الشي اللي قال محمد آمين واش كتعرفوش فوائد أخرى تفضل إلياس نعم الأشجار كتعطينا استنشاق والطعام اللي كناكله نعم كتعطينا هو اللي كانت استنشقه وكتعطينا الطعام كذلك اللي كناكله وتيوفر للإنسان موارد طبيعية تستخدمها في حياته اليومية وكذلك سواء في التغذية أو في صناعة التواء وغيرها الإضافة لأنه تحافظ على التوازل البيئي وتينظم الرياح وحركة السحب والأمطار وتيوزعها على سطح الأرض والآن قد نستمعوا لإلياس اللي بغي يطرح واحد سؤال تفضل إلياس بغي نطرح واحد السؤال شنا هي المخاطر اللي كتهدد الغطاء النباتي سؤال وجه وإلياس سولنا على ما هي المخاطر التي تهدد الغطاء النباتي طبيعة الحال مع تزايد عدد سكان وتقدم تكنولوجي زاد الطلب على الموارد الطبيعية وهذا الشي أدى الاستنزاف وتخريب الغطاء النباتي وكاينة مجموعة من الأسباب اللي خلات الغطاء النباتي يتعرض للتخريب والاستنزاف واش كتعرفوا بعد هذي الأسباب هذي؟ تفضلي خديجة؟ الراعي اللي ما منضمش وقطع أشجار بشكل عشوائي بسحيح الرعي الجائر وقطع الأشجار راه من بين الأسباب اللي كتخرب الغطاء النباتي باش كتتتخدم بصناعة الأتات ولكتستعمل في الحطة بلتسخين تفضل محمد آمين؟ الأسباب الناس كي هجروا وتيسمحوا في الأراضي ديالهم الزراعية وهذا كيسبب ليهم في الجفاف تحاه هجرة السكان من القرى وإهمال أراضيهم الزراعية حتى هو من الأسباب اللي خلات الغطاء النباتي يتعرض للتخريب والاستنزاف وهذا الأفكار اللي تنقشنا فيها هي اللي غدي يظهر أمامنا على الشاشة تبه معي جيداً سنقرأها أسباب تظهور الغطاء النباتي الرعي الجائر قطع الأشجار بشكل عشوائي الاستخدام المفرط للأشجار في أغراض تجارية كالفحم والأثاث الهجرة القروية تبه معي جيداً أنا سنقرأ وأنتما ردوا من بعدين أسباب تظهور الغطاء النباتي جيد الرعي الجائر قطع الأشجار بشكل عشوائي الاستخدام المفرط للأشجار الاستخدام المفرط للأشجار في أغراض تجارية كالفحم والأثاث الهجرة القروية بارك الله عليكم وتدهور الغطاء النباتي راح كين تجعلهم جموعة من الأدراء منها تغيير المناخ وتزايد مشكلة الاحتباس الحراري زيادة من جراف التربة وعدم استفادة من مياه الأمطار ودبا من خلال هذا الشيء اللي شاهدنا أشنو هي الرسائل أو الرسالة اللي ممكن نخرج بها في هذا الموضوع تفضلي زهرة إنسان خاص يحفظ على الغابة من الحرائق ومن قطع الأشجار وقطع الأشجار صحيح حيث قطع الأشجار تهدد الغطاء النباتي نعبرو على هذا الشيء اللي قال زهرة بهذه الجملة اللي غريد يظهر أمامنا على الشاشة استثمروا الرسالة التربوية قطع الأشجار يهدد الغطاء النباتي تبهوا معي جيدا غادي نعود نقرأ وانتم ردوا من بعدي قطع الأشجار قطع الأشجار يهدد الغطاء النباتي يهدد الغطاء النباتي جيد جيد تبارك الله عليكم وباش خسنا نلتازموا في هذا الموضوع تفضلي سانا؟ خسنا استولداتنا يشاركوا يحافظوا على الغابات وشاركوا في حملات البيئة حملات المحافظة على البيئة نعم إذن خسنا نلتازموا دعوة أفراد أسرتنا والمحيط دينا باش يحمي الغطاء النباتي ونشاركوا بإيجابية في حملات المحافظة على البيئة وهذا اللي غادي نعبروا عليه بهذه التزامات اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة أدعو أفراد أسرته إلى حماية وصون الغطاء النباتي أشاركوا في حملات المحافظة على البيئة هادي نعود نقرأ وأنتم ردوا من بعدي أدعو أفراد أسرته إلى حماية وصون الغطاء النباتي جيد أشاركوا في حملاتي أشاركوا في حملاتي المحافظة على البيئة المحافظة على البيئة جيد تبارك الله عليكم وهكذا تكون حلقتنا وصلت نهايتها كنت طلب منكم تزيدوا تتبحتوا موضوع الغطاء النباتي باش تغنيوا معارفكم بأفكار أخرى ونذكركم أنه يمكن لكم تعودوا تشاهدوا هذه الحلقة مرة أخرى على قناة السالسة أو عبر الأنترنت على الرابط الذي يظهر أمامنا على الشاشة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته